عاد غبطة الكاردينال بيرباتيسة بات سبالة بطريارك القدس للأتين سالما بعون الله ورعايته إلى مقر البطرياركية اللاتينية في القدس حيث استقباله سيادة المطران وليام الشوملي النائب البطرياركي وكهنة وراهبات البطرياركية وراهبات الوردية ومجموعة من الموظفين العاملين في إدارة البطرياركية وقد التقى الجميع عند استقباله في كاتدرائية البطرياركية رافعين الصلاة من أجل السلام في الأرض المقدسة وبسبب الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة بشكل عام والأرض المقدسة بشكل خاص قررت البطرياركية اللاتينية في القدس تعليق كافة الاحتفالات التي كانت مقررة باستقبال غبطته إلى إشعار آخر وكان غبطته قد عمم على مختلف كنائس البطرياركية في الأردن وفلسطين تخصيص صلوات علانية السلام في أرض السلام المقدسة